بس هاي إذا أبدأ بسرعة كنا نعم برفيو على اللي حصل في الدولات الأوروبية الكبرى وتحتها الأسباني الإيطالي وأكيد الإنجليزي الأسباني ريال مدريد عامل مطش حلو جداً قدام قتلتكم مدريد في غياب كريم بنزيما ما حسيتش بتأثير كبير من غياب كريم بنزيما برشلونة طبعاً بلباندوفيسكي مكسر الدنيا وراجل شارخ يعني هو من هنا في أسبانيا وهلند النحط تانية في إنجلترا اللي بيحصل في الدولة الأسباني السنة دي شايف أو رأيك فيه حتى الآن فيما يخص منافسة ريال مدريد برشلونة فهو لا جديد يسكر أو قديم من يعاد إلا في حالات استثنائية دائماً ريال مدريد برشلونة التنافس المعتاد ريال مدريد بدأ بداية هي الأبرز في أكثر من 50 سنة 53 سنة بريال مدريد ما بيكسبش لست مباريات الأولى دي 18 نقطة من ست مباريات قادر من أن يتخطى صعب كتير مركات ريال مدريد لما يكون الأنجح أو كما يطمح وشاء الميرنجي أنه يكون بالشكل أو بالحجم ده ما كانش فيه تعقدات كتير غياب كاريم بنزيما أنه قادرين يتغلبوا عليه في مباراة يمكن أتلات كومدريد برضو عشان نحط الأمور في نصابها ليس في أفضل حالاته بداية مهتزة جداً بداية الموسم الحالي لكن الفوز في الكلاسكو وأنك تقدر أنك تكسب في ديربي أتلات كومدريد وتقدر أنك تتجاوزه في غياب كاريم بنزيما تحسب طبعاً ليه ريال مدريد برشلونة قبل برشلونة سألت السؤال ده من كم يوم لهوبة وأسأله لك برضو سيميوني هيكمل موسم مع أتلات كومدريد هل فكرة سيميوني وأتلات كومدريد دي فكرة مفوضة تكمل ولا خلاص كده جابت آخرها لا أعتقد أن سيميوني خلص كل اللي يقدر يقدمه لأتلات كومدريد لكن نروح بقى للجزء الأواني من السؤال هل هيكمل ولا لأ ما أظنش أنه هيمشي لو فضلت الأمور كما هي لا هي الأمور في الأفرج بتاع أتلات كومدريد أنه يفانش يدخل لسنة جالد شامبينز ديج لو الأمور مشت في السياق ده لكن الأمور سائت أكتر من كده طبعاً هيتم إقالته لكن أعتقد أنه إدارة أتلات كومدريد من الإدارات الصبورة جداً على المدربين تاريخياً حتى بعيدة عن سيميوني فأعتقد أنه هيكمل لكن ما أظنش أنه هيبقى فيه جديد يقدمه سيميوني خلال الفترة اللي جاية برشلونة 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 بدأوا بداية مهتزة جداً تعادل للناس كلها عشاء برشلونة جالهم إحباط أنه بكل هذه الصفقات والتدعمات وكل النجوم والأسماء والترميمات اللي فيه فرقة برشلونة بيتعادلوا فيه المباراة الأولى لكن سرعاً لاحقوا نفسهم بسرعة خمس مبارايات مكسب أقلله الفرق مع ريال مدريد المتصدر لنقطتين أداء ماشيين بمستوى ثابت جداً سواء فيه للشامبينز ريج أو في اللي جا فأنا شايف أن برشلونة الصراع ده هيكمل لفترة طويلة وإن كان رغم أن برشلونة هو في المركز الثاني أعتقد أنه برشلونة لو استمر على الكرف ده أعتقد أنه في السنة دي هياخد لقب أي أن كان اللقب إيه أعتقد أن برشلونة هياخد لقب بشكل ده برشلونة بعيدة عن ليفا طبعاً طبعاً ليفاند فيسكي رقم واحد يعني بعيدة عن أي كلام لكن ما قدرش أقول لك لأنه لسه محدش نور قوي لكن يعني أقدر أقول رافينيا مبارايات ومبارايات فرانك السيف مبارايات ومبارايات كريستيانسي اللاعب شوية وقعد فأعتقد أنه هي التدعمات ككل أنا أعجب من كنديا المجموعة كندي طبعاً لعيب مهم جداً لكن كندي عشان بيتحرك كتير شوية يتحط في الرايت باك يتحط في سنتر باك فأعتقد أنه مع المبارايات هو قطعة أساسية طبعاً عند الشعبي لكن أنه يثبت في مكان من الاتنين أعتقد طبعاً هيدي تأثير كبير جداً أخذ تلاتين ثانية مع فريق لازم تديره حقه يلا ريال بيتيس ريال بيتيس مع بيلي جريني اللي عاملينه السنة ده أنا ما شفتوش ريال بيتيس في تاريخي أو ذاكرتي أنا يعني ما شفتوش فرقة بتلعب ست مبارايات بالأداء والمردود ده وأنه هما يبقى عندهم واحد بينافس على خلاص يس بينافس على هداف اللي جا ست أهداف في ست مبارايات وأنه هما ياخدوا خمستاشر نقطة حتى المباراة الوحيدة اللي خسروها من الريال الاتنين واحد كانوا مقدمين مباراة قوية جداً جداً فريال بيتيس أنهما في المركز التالت فرقة ثلاث نقاط فقط عن ريال مدريد ونقطة عن برشلونة اسم أمانوال بلغرين